يحل شهر رمضان هذا العام في عز الصيف الأمر يكاد أن يكون عاديا لو اقتصر على الجو الحار فقط لكن مع قرب حلول الشهر الفضيل تشهد أسعار الخضار والفاكهة انفلاتا كبيرا فهناك ارتفاعا مبكرا للأسعار إلى مستويات كبيرة لكن ما السبب؟ المزارع أم التاجر أم هو قرار الحكومة الأخير بفتح باب التصدير التجار في أحد أسواق عمان أكدوا على توفر جميع أصناف الخضار في شهر رمضان واستقرار أسعارها معتبرين تهفت المواطنين على شراء كميات فائضة عن الحاجة خلال شهر رمضان يعتبر عاملا أساسيا لرفع الأسعار والله زي كل عام يعني والخضار خيصة يعني بس الناس تأخذ حاجتهم يعني مش الكل يهجم يأخذ بزيادة يعني كل شي موجود ما في داعي أنه يخزن واحد أو يأخذ زيادة عن حاجته كل شي موجود ما بتغلل الأسعار يعني جميع أصناف الخضار متوفرة؟ متوفرة كل شي خضار وفواكه وكل شي بس المواطن يأخذ حاجته بس من السوق ما يأخذ زيادة يخزن ويكب بس كيف الأسعار راح تكون؟ والله الأسعار إذا الناس يعني أخذت حاجتها وبس بتكون زي مهي يعني الأسعار بالنسبة لسعر الخضروات يعني هل الأسعار تكون مرتفعة أو تذبذبة أو مستقرة خلال شهر رمضان؟ عاليا كل شي موجود والدنيا صيف بتعلم مدام الدنيا صيف وكل شي موجود يعني ما في الأسعار بتظلها محافظة على بس المواطن يأخذ حاجته بس طبيعي عادي طبيعي والخضار ممتازة وأبعها يعني نظيفة وامور طبيعية يعني ما فيه هل جميع أصناف الخضار متوفرة؟ متوفرة نعم وكيف راح تكون الأسعار خلال شهر رمضان؟ متناول يد أي واحد عادي يعني هني بس أول يومين برمضان بعديها أمور يفترتاء عادي ترجع كالعادي وزياري شكرا للا إن شاء الله خير إن شاء الله البضاعة موجودة بس ربنا نجيب الخير إن شاء الله بس عزين العالم تقبل كيف الأسعار؟ الأسعار متوسطة ما فيهاش أي شيء بارتفاع يعني فيش الله البنظرة وهي عشان التصدير مفتوح والله هي الأسعار مشتابتة نازلة طالع هو العرض والطلب على الكمية أنت تكون كثيرة شوية بتبقى أطرة وإذا قلت بارتبع سعرها بسبب هيك ملها سعر معين بس صندوق البنظورة هو اللي عليه الإختلاف السنان كل أسعار مريحة بس البنظورة اللي شدة هي من المزارع مش من النسوك من هون من المزارع من عنده البنظورة عادي طبيعي بس المواطن يخفوا شوية يعني ما يتمعش إنه مشان ما تغلاش الأسعار بس يعني اللي حاشته صندوق أو صنف واحد يأخذ صنف ما يأخذش أكثر من صنف يعني اللي بحسلوا صندوق بندورة ما يأخذش أثنين وثلاثة لشان اللي تظل أسعار مناسبة هل جميع أصناف الخضروات سوف تكون متوفرة في شهر رمضان؟ إن شاء الله موجودة كلها هل سوف تتوفر جميع أصناف الخضروات في شهر رمضان؟ باعتقادي كل شيء متوفر أكتاجر ما استداداتك لشهر رمضان المبارك؟ والله يعني استداداتك المعتاد يعني ما في يعني كل زي كل سنة هل سوف تكون جميع الخضروات والفواكه متوفرة في شهر رمضان؟ إن شاء الله إن شاء الله بتكون متوفرة وبالكميات المعتادة وما في مشكلة إن شاء الله والله الأسعار متفوتة يعني فيه أشياء بتبقى على شهر رمضان أسعارها زيدة وفيه أشياء بتبقى أسعارها برضو كيش نزلة في اللوبوت نقيب تجار الخضار والفاكه أحمد يسين أكد على زيادة في الكميات الواردة من الخضار والفاكهة في الأيام القليلة المقبلة الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعارها بصورة ملموسة أول شي شكرا لقناة الحقيقة الدولي على هذا اللقاء كان قبل أربع أيام اجتماع مع دولة رئيس الوزراء بوزر الصناعة والتجارة وتم بحث الموضوع وإحنا في النقابة التجار المصادير الخضار والفاكه بنأكد أنه خلال شهر رمضان أنه الأسعار رايح تنزل عنيك عن الأسعار الحالية بفروق واضحة يعني وبسبب بسيط أنه عمي ذروة الإنتاج الوردني بتكون بشهر سبعة إن شاء الله طيب ما بالنسبة لي هل سوف تكون جميع أصناف الخضروات متوفرة خلال شهر رمضان في جميع أسواق المملكة سيدي هو من الآن متوفرة يعني ما في عندنا نقص إحنا إحنا الآن بس صنف البندورة بمرفرة انتقالية ما بين الزراعات الغورية والزراعات الصحراوية وهذه راح تنتهي بإذن الله تعالى بأول أسبوع بشهر سبعة يعني فبقية الأصناف موجودة متوفرة وبتناول الجميع وأسعار لو قارناها بالأسعار السنة الماضية في هذا الأيام بنلاقي اليوم أنها أرخص من السعر أقل من السنوات السابقة يعني بالنسبة للأسعار سوف تكون مستقرة بإذن الله تعالى مستقرة ومتوفرة لكننا بنعاني من مشكلة تجار التجزئة اللي في منطقة عمال الغربية يعني هاي فروق يجب وزارة الصناعة وتجارة تحط حد لمناطق تجار التجزئة في مناطق عمال الغربية لأنهم هم بالمناطق هذيك بضيفوا على سعر التكلفة الخدمة توصيل الخدمة مجانا وما الحكي بينما في باقي المناطق المملكة الأصعار متوفرة ومستقرة وما في أي مشكلة طلبت الحكومة أو وزارة الصناعة وتجارة بإيقاف التصدير حتى تستقر أسعار الخضروات سيده لا يجوز إيقاف التصدير احنا فينا عن أسواق خارجية وفي عندنا عقود للتجار وبعدين هاي أسواقنا يعني احنا فترة انتقالية بسيطة والأسواق الخارجية ضرورية جدا يعني الحكومة والنقابة بتبدل جهود جبارة حتى يتم فتح سوق خارجي احنا ما بنطلع لفترة أسبوع أو عشر أيام حواته أسبوعين فالتصدير لا يجوز لا يجوز ولا يصح أنه يوقفوا تصديره ما بالنسبة لأسعار من دورة الذي أصبح كيلو المندورة من دينار لدينار نصف في بعض الأسواق أنا بتوقع أنه هذا كلام مبالغ فيه مبارح كان فيه تصريح وتمنيت على وزير الزراعة أنه يحضر إلى سوق عمان ويشوف البعين وشو الأسعار أفضل صنف من دورة بسوق عمان اليوم بنصد دينار للكيلو ومعدل ما بين 30 إلى 40 كرش في أسعار مستقر ومتناول الجميع يعني بكل الفئات بالنسبة للمنتجات الصحروية هل سوف تكون حاضرة في خلال شهر رمضان؟ ضروة الانتاج خلال شهر رمضان ضروة الانتاج فرائحة يعني نتمنى أن الناس تشتري المنتج الأوردني أسعار الخضار والفاكهة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا واضحا على جميع الأصنايف وذلك بعد فتح باب التصدير على مصرعيه هل ستتخذ الحكومة إجراءات تخفف على كهل المواطن وسط المد السريع لارتفاع الأسعار؟ خاصة ونحن مقبلون على الشهر الفضيل محمد الفائز الحقيقة الدولية